انظروا إلى هذا الجهادي جيدا إنه أحمد الدروي انتحاري مصري من تنظيم داعش فجر نفسه في العراق بحسب مواقع جهادية وإليكم من كان أحمد الدروي في العام 2011 مرشح لانتخابات مجلس الشعب المصري وضابط سابق في الشرطة لو احنا اعتبرنا أن مجلس الشعب هو سلطة الشعائية وفي نفس الوقت بقابة على السلطة التنفيذية فإيه المانع أن احنا نعمل لجنة أمنية وفيها خبراء أمنيين سواء من داخل مصر أو من خارجها ويكونوا مبادرات قوية مبادرات تخلي جهاز أمننا جهاز قوي لكن يحمي أمن المواطن مش أمن النظام كيف تحول الدروي من ضابط شرطة ومرشح لمجلس الشعب إلى انتحاريا في داعش هو يقول أنه في العام 2007 استقال من الشرطة ردا على ازدواجية المعايير والعنصرية القبيحة في المعاملة بين الغني والفقير بين المصري والأجنبي وبعد خسارته كمرشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2012 كتب أن حلمه في خدمة الوطن ضاع بسبب تزوير الانتخابات بعد ذلك انقطعت أخبار الدروي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليظهر مرة أخرى عقب عزل الرئيس محمد مرسي معلنا رفضه للقرار ووضع صورة شعار رابع على حسابه على تويتر وكتب يسقط يسقط حكم العسكر قبل أيام ظهرت صورة الدروي أو أبو معاذ المصري كما بات يسمى في داعش وأكدت مواقع جهادية أنه قضى في عملية انتحارية فخرج شقيقه هيثم ليوضح على صفحته على تويتر ما يلي إن أحمد سافر منذ أكثر من سنة إلى التركيا لاستكمال علاج من المرض كان بدأه قبل سنتين في الولايات المتحدة وأن التواصل معه كان صعبا وكان يغير أرقامه باستمرار بعد ذلك تم إبلاغنا بأنه توفي من دون أي تفاصيل ثم نشرت له صور مع ناصر داعش لماذا يتحول أحمد إلى انتحاري في داعش الجواب ليس عند شقيقه